موسيقى انجيل متى صحح 13 وعايز ابتدي من عدد 4 وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جف وعدد سبعة وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك ولحظوا هنا وخنقوا وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين وعدد سبعة سقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقوا وبسرعة ننتقل إلى عدد 22 لأنه هناك بيد التفسير ده معنى إيه؟ والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر عاوز أتكلم معاكم النهاردة عن شيء بسيط وعاوز النهاردة موضوعها بسيط مش هياخد مني وقت لكن ده موضوع أعتقد أننا محتاجين نسمعه والله أكلم قلبي فعلا عنه بنشوف في هذا النص أن البذرة جيدة والأرض جيدة لكن الكتاب بيقول أن فيه أشواك خرجت وخنقت كلمة الله واللي الله كان عاوز يعمله بهذه البذرة قد تحطم بعد كده بيقول إذا كنت عاوز تعرف ده معنى إيه؟ فهذا هو التفسير التفسير هو أن الكلمة زرعت ولكن هموم هذه الحياة الانشغال وزحمة هذه الحياة خنق تأثير كلمة الله انشغال هذه الحياة وهمومها ومحبة العالم بدأت تخنق هدف الله وخطته أنا النهاردة بقدم رسالة مش موجهة لأي شخص لكنها موجهة للناس اللي الرب باركهم الناس اللي ترقوا الناس اللي الرب رفعهم الناس اللي اختبروا بعض النجاح في حياتهم آه كنت بفكر في هذا وؤمن إن ده هو الحق إنه من السهل إنك تدي كل شيء عندك للرب لما يكون ما عندكش حاجة لكن في بعض الأحيان بيكون أقوى أعداءنا اللي مفروض نغلبهم بعدما الرب باركنا إننا نغلب الأمور والأشياء اللي بدأت تتعالى وتخنق حياتنا وتزحمها وتخنق الأمور الهامة في حياتنا أمور تعرقلنا وتقيدنا حاجات زي الأمور المادية شهوة العالم ممكن تخنق تأثير كلمة الله وقوة الله والتحدي في بعض الأحيان بيكون ليس هو غياب الفرص ولكن بعدما يبركنا الله بيكون هو تعدد الفرص يقدر هذا أن يخنق الهدف والخطة اللي في قلب الله لنا ويبتدي يخنق غرض الله وهدفه في حياتنا في بعض الأحيان بيكون عدوك هو إنك بتتعرقل بأمور قليلة العالم بيتنافس على مواهبك وبيبقى عاوز يخطف منك الهدف والقصد من حياتك العالم بيقول أعطني مواهبك أعطني وزناتك أعطني ملكاتك لكن الله يريد هذه المواهب وهذه الوزنات مفيش في النص ده أي شيء يشير إلى أن البذرة فيها أي شيء خطأ أو التربة فيها شيء خطأ لكن دي النقطة اللي عاوز أوصل لها من الرسالة إن حياتنا أصبحت زحمة وهموم هذه الحياة بدأت تخنق وفجأة كلمة الله النبوية على حياتك تبدأ أن تأخذ مكان صغير مثل البذرة الصغيرة وكل الأمور الأخرى تصبح أكبر وتتضخم أكثر مما يريدها الله لك ومن وعده ورؤيته لحياتك وعاوزك تفهم أني واحدة من أصعب الحروب التي ستواجهك كلما الرب يبركك وكلما الرب يرفعك في الأمور المادية وكلما الرب يعليك مش هيكون حروب مع إبليس والشياطين لكنها ستكون عبارة عن حياة مزدحمة حتى أنه فجأة هموم هذه الحياة ومدية هذه الحياة ستتضخم وتصبح شيئا ذائعا أهمية في حياتك وأمور الله تنكمش في حياتك حتى تصبح بذرة صغيرة ليس لها تأثير المرأة النازفة الدم لم تستطع أن تأتي إلى يسوع بسبب الزحام من حوله بيقول الكتاب أنها لم تستطع أن تصل إلى الرب يسوع بسبب ازدحام الناس من حوله ناس كتيرة من حوله كان الازدحام هو الشيء اللي بيعطلها عن أن تصل لكنها كانت في احتياج شديد حتى أنها دخلت وسط الزحام وما كانتش تقدر تجزب انتباهه أبدا لكنها لمست فقط هد بثوبه وشفيت من دائها في الحال كان عليها أن تدرك أن هذا الزحام سوف يتطلب منها شيئا حتى تخرج من هموم هذه الحياة وخداع مديتها حين أحتاج للمسيح أكثر من أي شيء آخر زكا كان رجل قصير القامة وكانت الجموع تزدحم لدرجة أنه لم يستطع أن يرى يسوع كانت حياته مزدحمة جدا والله كان عاوز يعمل معجزة في حياته وهو تصلخ شجرة لأنه كان في حاجة جواب تقول لازم أشوف يسوع لكن حياتي أنا مزدحمة بجموع كثيرة ناس وموعيد وفرص والمرح والترفيه وما فيش حاجة غلط في الأمور دي لكن لو ما خدناش بالنا هيتبتدي الحاجات دي تخنق قوة كلمة الله والإرشاد النبوي على حياتنا وإحنا بنهتم أكتر بهموم هذه الحياة الوقتية وننسى الأبدية كنت بفكر في الأربعة رجال أصدقاء المفلوغ وهلاء الأربعة حملوه بفراشه وكانوا عاوزين يخدوه لأنهم سمعوا أن المسيح موجود في بيت والكتاب يقول أنهم لما وصلوا هناك كان المكان مزدحم حتى أنهم لم يستطيعوا الدخول لم تكن المشكلة في البزرة ولم تكن المشكلة في التربة لكن المشكلة كانت في أنه يوجد ازدحام شديد في حياتهم حتى أنهم ما كانوش قادرين أنهم يوصلوا إلى هذا الشخص يسوع وعارفين من قصة أنهم نقبوا السب ودلوه من فوق والشيء اللي كان ممكن يفقدوه هو عمل الله المعجزي في حياتهم بعد كده فكرت في صاحب المنزل اللي في بيت لحم حين ولد المسيح كان هناك يوسف والعزراء مريم وهي حبلة وعلى وشك الولادة لتلد مخلص العالم ثم طرقوا باب المنزل لكن صاحب المنزل قال آسف ما فيش مكان مكان مزدحم أنا آسف يسوع ابن الله أنتوا فاهمين المعجزة اللي كانت هتدخل بيته عارفين ده كان هيؤثر قد إيه على بيته وعلى أولاده وأولاد أولاده لو كان المسيح تولد في هذا المنزل اللي كان الناس موجودة فيه لكنهم كانوا في حالة ازدحام بأمور أخرى لذلك لم يكن هناك موضع ليسوع في المنزل كل اللي الشيطان عاوز يعمله في حياتك هو أن يزحمها حتى لا يكون فيها موضع للإثمار ما يكونش عندك مكان للمسة ومسحة من الروح القدس لأنك تعرقلت بهموم هذه الحياة ومنشغل جداً بغرور الغنى وخداع الأمور المادية البيت العربية الأرض البزنس النجاح الترفيه هذا وذاك ليس إنك إنسان شرير لكن إن هذه الأمور تبدأ إنها تخنق حياتك حتى إن يسوع يصبح شيئاً صغير ضئيل جداً أنت تهتم بيه فقط يوم الأحد وبقيقية أيام الأسبوع مزدحم بما هو عالمي وما هو جسدي هل يوجد مكان ليسوع في حياتك أم إنها مزدحمة جداً في إنجيل متى صاح 9 لما الرب يسوع راح بيت يايروس وكانت ابنته قد ماتت بيقول ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المذمرين والجمع يضجون قال لهم يسوع إذ كانوا يبكون قال لهم خلي بالكم تنحوا فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة فضحكوا عليه كان المكان مليء بالحزن كان المكان مزدحم بالنواح كانوا مزدحمين بالبكاء والإحباط وكل أنواع الحزن كانت في هذا البيت لكن الرب يسوع علهم أنتوا محتاجين توسعوا المكان ولحظوا اللي حصل لما خرج الجمع كان المكان مزدحم والمسيح كانوا بيقول أنا محتاج مكان أشتغل فيه المكان مزدحم جدا أنا بحاول أخرج الإحباط خارج البيت أنا محتاج أخرج البكاء خارج هذا البيت أنا محتاج أخرج الهزيمة والموت خارج هذا البيت وأنتم مشغولين ومزدحمين جدا لكن لما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت الصبية أنا بتسأل إيه اللي ممكن نكون بنفتقده ونحن مزدحمين في حياتنا بتسأل إيه القوة التي نفتقدها في حياتنا المزدحمة المسيح بيقول محتاجين تعملوا مكان لي أنت متعثر بهموم هذه الحياة لو جعلت لي مكانا في الصباح بأنك تدخل وتصلي بيقول أفسح لي مكان افتح كتابك وقرأ أفسح لي مكان أحبني أكثر من بزرة صغيرة يوم الأحد لكن لو في كل أيام الأسبوع تيجي لي لكي تأخذ خبز الحياة إحنا بنتكلم عن البركة لما لاقي واحد داخل هنا من أجل أنا وليس من أجل الأمور المادية سوف أباركه بركة حتى لا توسع وسوف أعطيه كل ما يحتاج بل وأكثر إدوا لرب مجد وحمد وتسبيح التحدي الوحيد اللي المسيح أنا شعر بحضور الرب دلوقتي التحدي الوحيد اللي كان قدام المسيح هو أن يفسح مجالا للمعجزة فأخرج الناس في بعض الأحيان بتحتاج أنك تخرج بعض الناس لكي تفسح مجالا للمسيح فوضى ازدحام مجغوليات ازدحام شديد في حياتنا بأمور عالمية جسدانية مؤقتة أمور أخرى محتاجين إلى نقاوة محتاجين إلى تطهير روحي لبيوتنا لنفسح مكانا له مرة أخرى نفسح له مكانا في أسرنا في بعض البيوت كل ما يتطلع عليه الناس هو التلفزيون يجب علينا أن نفسح له مكانا هو يريد أن يضع بزرة في حياتك لترشدك وتقودك تباركك وتمسحك وتثمرك لكن لو حياتك مزدحمة بالأمور الأرضية المؤقتة فده يخنق قوة كلمة الله في حياتك أنت مش عندك أي فكرة فيتك أد إيه أو أد إيه اللي أنت مفتقد كل شيء أنت بتجري وراءه هو موجود في يسوع اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم إنجيل يحنى صح 18 عدد 8 المسيح بيقول فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون إن كنت تطلبني فدع باقي الأمور المادية أن تذهب إن كنت تطلبني أنا فحين تجدني عليك أن تترك الأمور الأخرى بعيدا دع هذه الأمور تذهب وأفسح لي مكانه في بعض الأحيان بيكون علي أن أختار هل أفسح مجالا للمسيح هل هو هيكون أهم الشيء في حياتي أم سأنشغل أنا بهموم هذه الحياة وبغرور الغنى وخداعه الذي يخنق محبتي وتسقلي بالله فدع هذه الأمور جانبا قال بوترس هذا هو ما قيل ليس هذا وذاك لكن هذا ما قيل أترك أمور هذه الحياة بعيدا للوقت أعاوز أخذكم للعهد الأديم وأعاوز أختم بهذه القصة سمويل الأول أصح عشرة هي قصة شعب إسرائيل وهم بيبحثوا عن أول ملك يملك عليهم واسمه شاول وده كان الوقت بيقول الكتاب أني سمويل أحضر قنينة الزيت وقال يا رب أنا الآن مستعد أن أمسح شخص بحسب كلمتك ليكون هو ملك إسرائيل أين هو ولحظوا الإجابة فسألوا من الرب أيضا هل يأتي الرجل أيضا إلى هنا فقال الرب هوذا قد اختبأ بين الأمتع الله كان سيمسح ملكا لكن الله ما كانش لقيه ولا هم كانوا لقيينه لأنه كان مختبئا في أمور هذه الحياة هموم هذه الحياة كان مختبئا بين الأمتع عنده كذا ومهتم بكذا وبجري ورده وده خلينا نعمل ده الأسبوع الجاي ولده الأسبوع اللي بعده وأنا عاوز أخذ أجازة أو عاوز أك أنت كمان تتبسط لكن أنا بتكلم عن الناس اللي ربنا باركهم في حياتهم وكلكم ربنا باركهم سواء أنتم عارفين أو لا أنا بتكلم لناس الرب فتح أمامهم فرص عظيمة لكن المشكلة هي أنه مع هذه الفرص ممكن تكون هذه الفرص هي نفسها في حياتك بدلا من بذرة الوعد والإعلان والغرض الذي في حياتك وتبتدي تختبئ بين الأمور لا تسمح لنفسك أن تختبئ بين الأمتع كان فيه مقولة بتتقال زمان كانوا بيزقوها على السيارات بيقولوها زمان كانت الذي يموت وهو يملك أكثر الأشياء يكسب طبعا هم مخطئون في هذا لأن الذي يموت ومعه يسوع المسيح هو الذي يكسب ودعوة الروح القدس لنا اليوم هي أن نخرج من بين الأمتعان وأن نعود ونجعل المسيح هو رأس القائمة في حياتنا الامتحان مش لما ما يكونش عندك حاجة لكن الامتحان لم يكون عندك كل حاجة هل يمكن أن يظل المسيح محتلا مساحة كبيرة في حياتك وكل الأمور الأخرى تأخذ حجما صغيرا مثل البزرة في حياتك الرب أعطى والرب أخذ أعرف أن أتضع أعرف أن أستفضل أنا أحب المسيح وأشكر الله على ما يعطيني دي كلها بركات لكن مش ده السبب اللي بيخليني أخدم الرب لكني أخدمه لأنه هو ربي هو مخلصي هو سيدي السؤال اللي عاوز أسأله لكم هو بعد ما أخذت كل هذه البركة هل ممكن ترد كل ده لرب تاني ماذا لو الرب قال لك النهاردة عارف كل الحاجات اللي خليتك تجمعها أنت لما ابتديت ما كانش معاك قرش ما كانش معاك أي شيء لما وجدتك كل اللي كان عندي لما الرب وجدني وكان إنسان مفلس هو الكتاب الكتاب المؤدس والساكسفون هو باركني هو بارك أسرتي باركنا بركة عظيمة والرب عمل بالرسالة دي في حياتي وقال لي الامتحان الآن هو هل تستطيع أن تبقى في البركة ولا ستنجح وراء الأشياء أنا بقول لكم إنه فيه شيء ممكن يخنقنا لما نبتدي نعطي اهتمام أكتر للأمور وللأشياء عن اللي بنعطيه للمسيح هنا مسحة منتظر لشخص ما يخرج من بين الأمتعة ولما سمويل كان معا قنينة الدهن نادى شاول وقال له أخرج من بين الأمتعة ويقول لكتاب إنه خرج من بين الأمتعة ولما خرج من عرقلت وزحام وهموم هذه الحياة زي البزنس والفلوس والعقود والفرص وما فيش حاجة غلط في كل ده إحنا موجودين هنا علشان نكون ناس بنربح ونجحين ومثمرين لكن الحقيقة هي إنه لما الأمور تزيد عن حدها وتصبح الكلمة في حياتنا هي مجرد بزرة صغيرة والكنيسة تكون شئ صغير والذهاب للكنيسة يكون موضوع صغير قراءة الكتاب وعبادة الرب خلال الأسبوع تاخد جزء صغير جدا من حياتك وكل الأمور الأخرى تصبح هي الأهم بالنسبة لك طب أنت مزدحم هناك مسحة منتظرة لشخص ما شخص يخرج من بين الأمتعة يخرج من بين الأشياء أشجعك النهاردة تقول للرب يا رب هذه هي أشيائي ها هي وظيفتي هو بيتي هذا وذاك أضعهم كلهم ورغباتي وأحلامي كل شيء أضعه أمامك أنا آسف أصبحت كبيرة جدا وأنت مكانتك أصبحت صغيرة اليوم أريد أن أكون في هضبة التلج اللي ساحت أريد أن المسيح المدفون في داخلي تحت السطح زي ما حصل مع السفينة تايتانيك الجزء اللي كان بيظهر من هضبة التلج فوق الماء كان صغير جدا لكن الجزء الأكبر منها كان لا يورى تحت الماء وهذا ما يحدث معنا إذا كان المسيح في دخلنا هو أصغر مما يروه الناس في الخارج فحياتك ليست مثمرة لكن يا رب نسلم أمورنا مرة أخرى نسلم حياتنا نسلم كل ما نملك ونعطق من هموم هذه الحياة ومن خداع الأمور المادية ونعود لأهم شيء في حياتنا وتكون فرحتنا الأكبر ليست عندما نحصل على هذا وذاك وهذا ما يعطيني الفرح لكن أعظم فرحة يجب أن تكون هي يسوع خلينا نقف كلنا في القاعة كلها محدش يتحرك ارفع إيدك نحو السماء علينا وقول له يا رب أنا بسلم حياتي لك أسلم الكل لك لأنه توجد أمور في حياتي تخنقني بتخنق وعد الله بتخنق أمور الله في حياتي أصبحت أمور الله في حياتي في حجم البزرة الصغيرة مقابل العالم وهموم الحياة والسعي وراء المادية أصبح يأخذ حيزاً ضخماً ويخنق الحياة الروحية من أحلامي ومن دعوتي ومن هدفي أنا جاي النهاردة الأحد صباحاً في وسط الصيف 2018 عشان أقول لك يا رب خد كل ما أملك أعطيك كل ما يعرق الحياتي أريد أن تكون أنت أكبر شيء في حياتي وكل حاجة بتشوفها الناس في حياتي فوق المية ده كويس لكن مش ده أنا حقيقتي هي لا ترى لأني أعرفك وأسير معك وأحبك أنا أعبدك وأخدمك وأنا أريد أن أخذ منك أكثر مما أخذت من قبل ممكن تقول لي أسيس أنا أخطأت أنا مش ماشي صح مع الرب ممكن تقول يا أسيس أنا بعيد عن الرب ولقد خنق العدو الإيمان في حياتي لو ده أنت دلوقتي وأنت عارف أنك مش ماشي صح مع الرب وعاوز تصحح طريقك مع الرب اليوم بكل جراء ارفع إيدك على أقصى ما تستطيع في أي مكان أنت فيه في هذه القاعة من أول القاعة الأخير هارفعها عالي بدون خجل سوف نصلي صلاة وسوف يسمع المسيح هذه الصلاة هيطهرك هيخلصك هيخرجك من بين الزحام وهيعمل عمل عظيم لاسترداد حياتك كلنا معا بالتحاد نصلي هذه الكلمات يا أبونا السماوي آتي إليك أسلم حياتي لك في اسم يسوع لا يوجد اسم آخر مثل اسم يسوع أتوب بقلبي إليك أسلم كل حياتي لك أحضر كل أشياء لك أحضر كل ثروتي لك أحضر نجاحي لك لأنه لا يشبعني أنا أحتاجك أنت أنت الذي تعطي الحياة أنت الذي تحرر أحتاجك في حياتي أسلم حياتي لقيادتك ولربوبيتك إنها رغبتي أن أعيش ليسوع إنها رغبتي أن أتحرر من محبة الأشياء من التعثر بها من الإدمان أريد أن أخرج أغير اتجاهي وأنا أعرف أنك ستوصلني إلى البيت أنا لا أستطيع أن أعود بقدرتي يا أبي تعالى وأسرع إلي برحمة ونعمة أقبل غفرانا كاملا أنا ابن لله لقد خلصت والآن أقبل مسحة الروح القدس هو يمسحني بالزيت كأسي ريا فرحي يفيد أنا أفسح الطريق للمعجزة أن تأتي إلى أسرتي ولبيتي ولمستقبلي وللبيزنس وللأمور المادية أفسح المجال لك وأجعلك على العرش مكدا لقد أكمل قال الرب لقد أكمل أنت حر أنت مختار لقد غفرت خطياتك أنت مدعو ولك هدف أنت ممسوح انحرركم الإبن محتاجين نصرخ هاللويا انحرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار اشتركوا في القناة